تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من سلبي مدريدي اللي بتيجيكم مني أنا محمد عواد بالتعاون مع مجموعة RM4Arab في تويتر ويوتيوب وشريكنا في فيسبوك رابط ريال مدريد الرسمية في العراق حلقة اليوم بعد فوز ريال مدريد على سلتافيغو الفوز اللي غطى التعثر اللي حصل في الجولة الماضية الفوز اللي جاء بعد تعثر الفوز اللي جاء في غياب سيرجيو راموس الفوز اللي جاء أمام فريق عم بعيش فترة ممتازة اللي هو سلتافيغو كل هالظروف كانت خلينا نتوقع ان ريال مدريد حيدخل باستراتيجية البحث عن النقاط فقط في البداية وبعد ذلك حيتكلم بالتفاصيل هذا الفريق مثل ما عودنا زيدان في سباقات الدوري منذ وصوله لريال مدريد طبعا كل الاستراتيجيات اللي كان حيفكر فيها زيدان وكل الكلام اللي حنحكي بهذه الحلقة كان حيتغير لو إياقو أسبس في اللقطة اللي جاءت في الدقيقة خمسة سجل ويناتشو ما أنقذ الكرة لكن بعد ذلك تأصبح اللقاء في ملحب ريال مدريد ومشأت الأمور تماما كما تخيلها زيدان طبعا شفنا ريال مدريد بتقدم به هدف سريع ثم بدأ ريال مدريد يبحث عن التقدم والبقاء عليه شفناه بيسمح لسلتافيغو يسيطر 60% على الكرة لكن بنفس الوقت عم بيبنعه يسدد أي تزديده من بعد طبعا تزديد أسبس ما بين القوائم هذا الشي كان بفضل تمركز ممتاز جدا من لاعبين الوسط مساندي ومساهم كبير وتضحي مستمرة من فاسكس وأسينسيو وخب دفاع صاحي ومركز في معظم اللقطات إضافة إلى تمركز ممتاز ومتناسق ما بين خط الدفاع والوسط والهجوم كان عم بيبنع زوايا التمريض للأمام لسلتافيغو هذا الشي خلس تحوات سلتافيغو مجرد فريق مالي الكرة عم بيحاول يوصر الكرة الأطراف ويلعب عرضية دائما كانت عم تلقى فاران وناتشو يبعدوها بالوقت الصحيح هجوميا في شوط الأول ريال مدليد ما كان عنده كثير أفكار متنوعة بعدما سجل هدف الأول وربما كان فيه فكرتين واضحات بتقطع الكرة تمريرة الأولى لازم تكون للأمام وتحاول تكون بالثلث الأخير في التمريرة الثانية طبعا معظم هذه المرتدات ما كانت عم تكتمل بشكل صحيح الشي الثاني كان فيه توظيف وتركيز واضح جدا على وضع الكرة على قدم أسينسيو داخل منطقة الجزاء على الطرف الأيسر وبنتظروا بعد ذلك كرة أرضية أو عرضية عالية من أسينسيو طبعا هذا كان بعد ما أسينسيو وضع عرضية عظيمة جميلة موجودة على طول فاسكس بالضبط خلتوا يسجل هدف الأول فيه بعض الملاحظات في هذا اللقاء بعضها إيجابي بعضها سلبي ربما نبدأ ببنزيمة بنزيمة اللي ظهر اليوم بدنيا تعبان مرهق اللعب عم بيقوم بأدوار بدنية وتحركات كبيرة كثير من أول الموسم عدم إراحته عدم مداورته أبدا عدم إخراجه بعد مباريات تنحسم زي ما شفنا اليوم وانت يعني بلش فكر زيدان يبدل هذا الشي أنا أعتقد ممكن يكون هو مقتل الموسم لرجاع المالية ممكن هذا اللعب يرجع يغيب ممكن هذا اللعب فجأة يهبط مستوى في هذه الحالة البدنية السيئة ولا أعرف حتى الآن شو اللي بيخلي زيدان مصمم أنه يضع الضغط على لعب برغم أنه تقدم أيضا بالعمر ومن الملاحظات أيضا أنه ريال مدريد قدر مرة ثانية ينجح في معركة الرتم المعركة اللي أصبح ريال من بعد مباراة فيها ريال دايما حريص عليها ما في داع الرتم يعلى كثير في اللقاء لأنه بعض الفرق الإسبانية هذه نقطة قوتها ومن هذا الفرق سلت فيه ريال حافظ على رتم متوسط وبعض الأحيان بطيء كان يرفع دقيقة دقيقتين ويرجع هد الأمور مستفيد من وجود لعبين مثل مودرج مثل كروس فنانين في هذا الشيء وهذا أحد أهم أسباب الفوز اليوم كان قدرة ريال مدريد مرة أخرى على ضبط رتم اللقاء خلال تسعين دقيقة بمطلع الشوط الثاني لاحظنا ريال مدريد دخل بعقلية مختلفة شوي ما كان بديه يكرر الصمود اللي في الدفاع اللي شفناه في الشوط الأول كان حبي يملك الكرة لكن هذا الشيء ما لحقنا نشوفه لأنه أسنسيو فاسكس الثنائي الذهبية في لقاء اليوم عم بحس من اللقاء أسنسيو بتزديده وهدف ثاني قطع تماما على سلت فيه نفسيا زي ما شفناه دائما الفرق المتوسطة والصغيرة لما تلعب دفرق أكبر منها وتشعر أنها عم تلعب أفضل أو مالك الكرة وفجأة تتلقى أهداف بتنهار وهذا اللي شفناه يعني سلت فيه وخرج من اللقاء تقريبا لآخر 15 دقائق لعندما رجع له ولازم ننتبه أنه عشان تقدر تصمد الصمود اللي تصار بالشوط الأول وحتى في الشوط الثاني أمام ضغطين الضغط الأول اللي هو الضغط وانت بتتراجع دفاعيا والضغط الثاني أمام الضغط العالي الممتاز اللي كان عم بتطبخه سلت فيه انت محتاج لعب مثل لكاموردلج لعب في المواقف الدفاعية بالتمركز الدفاعي ممتاز ولما توصل الكرة تحت الضغط عم بيطلع ولما توصل الكرة بيعرفت شو القرار واللمس اللي لازم يأخذها من أول مرة دائما وجود مودريتش هو أساس لهذا النوع من التفكير اللي عم بينتهجوا ريال مدريد في الدوري ولازم ألفت الانتباه ربما ما شوفنا بشوط الثاني مساهمة مودريتش بهدف الثاني لأنه قطع الكرة وربما مساهمات مودريتش الدفاعية لا تقل أبدا عن مساهماته الهجومية في كل المباريات في ثلاثية أبطال أوروبا اللي حققها مع زيدان رجعوا للمباريات المرحمية دائما كان لمودريتش دور دفاعي مهم جدا مش فقط دور لما يكون معا الكرة وطبعا كان واضح من الدقيقة الأولى كل ما ريال مدريد يحاول يقرب عن منطقة الجزاء إنه دفاع سنتفيق وضعيف بغض النظر عن فترة الإيجابية اللي بيعيشها لكن زيدان أصر كما ممكن نسميه على الصورة الكبيرة ما بدي يدخل في التفاصيل آه ما بدي أفوز سبعة اليوم أنا بدي أفوز وما بدي أستنزف بدنيا من هذه الفترة من الموسم أنا حظني مركز أهدفي ثلاث نقاط ولو سنحت الفرصة بثلاث نقاط وعشرين جول مع بعض لأنه زي ما بنعرف فارق أهداف حتى بالدورة الإسبانية مش كثير بيفرج أنه عادة ترتيب بالمواجهات المباشرة أكيد في تحسن واضح لأسينسيو مش لأنه سجل وصنع لأنه بدنيا عم بيتحسن دوره في الملعب عم بيظهر أكتر رغبته في التعبير عن نفسه عم بيظهر أكتر مرة ثانية عم بيرجع جزء من المنظوم من المجموعة وهذا اللي كان مفتقده أسينسيو بالفترة الأخيرة عودة مثل هذه صبر مثل هذا يعني كان يأتي بمحل ريام دريد محتاج جناحه اللي يملك خبرة ليس فقط جونيور رودريجو لأنه مش كل المباريات يمكن حلها بالسرعة كما يفعل جونيور طبعا شفناها زارت بيلعب 16 دقيقة بعد ملعب 13 دقيقة المباراة الماضية وأعتقد مثل هذا التدرج واضح أنه في رغبة كبيرة جدا أنه عدم الاستعجال على رجعته هالمرة بدنا إياه يكمل الموسم هذه رسالة زيدان للفريق الطبي ولللاعبين واضح جدا أنه هيك حيصير ويبدو أنه يعني هزارت مش حيلة لعب 90 دقيقة المباراة الجاي يعني نتكلم ربع ساعة ربع ساعة صعب أتخير القفز اللي بعديها 90 دقيقة فربما نشوفه أول مرة بيبدأ توقعاتي طبعا ممكن تكون غلط أمام أتلتك بلباو في السوبر مباراة بشكل عام ما فيها كثير سلبيات ربما فقط تأخير التبديلات اللي كانت غير مبرر شوي لكن مدون ذلك الريال قد مباراة متماسك الريال في آخر فترة بيعيش فريق متماسك بغض النظر عن التعثر الماضي حتى الآن طبعا الكرة في ملعب أتلتك وما نريد في سباق الدوري لكن الريال عم بيستنى غلطة وغلطة لو حصلت الريال حيرجع وحيبدأ بضغطه وبقدرته النفسية دائما تحت ضغط البطولات ربما تكون الأسبقية لأيلو نصره الناية في ثالث حلقة كنت معكم أنا محمد أواد موجود في اسبك و توتر انستغرام وضروري جدا تتابعوني على قناة سيلفي سبورت في اليوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله